اه الله انا بس حاب اقول ان اللقنية دي كلمات شعر الجميل احمد عبد الربو اللحن محمد خارد توزيق احمد رجب الجابري وان الشباب دي سندتني من الاول خالص وعملنا مع بعض شغل كتير وان شاء الله شغل اكتر والشباب ده موهوب بجد يعني وهيبقى لي اسمه كبير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحقيقة اختيار يمكن مستحملة ووتها في كرامتها الموضوع في كده حرب على الرجال اوكي لا لا والله امدا اللي اسمع كده اقول بقى اه يعني في قوة المرأة والكلام ده كله ده اتجاهك ولا لا ابو هقول لها دي حاجة هو مش اتجاه خلص كل بنت وانا فيها قوة قوة روحية قوة روحية لا وكلنا قوية الحمد لله كل بنت البنت مش ضعيفة ضعف البنت في حبها مش حاجة وحش ضعفها قوة طبعا بس الطرف الاخر لو استغل ده صح ممكن يستغلوا بشكل سيء او بشكل كويس يقدر ده الفكرة عندي في الاجاني اللي عملتها ما كانش مقصود اتجاه معين بالعكس هي لقيت الكلام كان كويس جدا اتنافس بشكل حلو فطلع بصورة الحمد لله كويسة وطلع ليه ترين انت بتاقي دي بقى طريق حقوق المرأة وانت عملت يعني عرفة زباق ليلة غفران وساميرا سعيدة ايوا قاب الزبط بقى وقديني سيبت هو ما حصلش حاجة والله القرية دي جميلة جدا يعني بحبها جدا بس بصي الاغني بتقول ويتها في كرامتها ان انت فعلا احنا ويتنا في كرامتنا اتقرابة دي اجل حاجة في الدنيا والمفروض بالزبط والمفروض ان انت بتكون كرامتك من كرامة الراجل ده والراجل ده كرامته من كرامتك ولو هو ما حافظت على كرامتك يبقى هو شخص لا يستحقك فبالعكس هي حتى في الكليب لما يدرد جاء الله الناس هتشوفه هو البنت بتحبه جدا وكويسة البنت على فكرة لما بتحب بتحب بجده وبتدي قوي بس لما تبدأ تلاقي الطرف الآخر مش مقدر ده مش بيحتوي ده فبالتالي بتبدأ تطلع الحالة بتاعت الكرامة بباعة بالزبط